نعم هذا صاح المسج يقول كأنه يشرب ماء كثير وأجلكم الله يعني يتبول أقول إن كان قبل نومة لا يقرأ آية الكرسي ونام عطشان فهذا حديث نفس لا يقدم ولا يؤخر وإن كان لا والله نا يوم مرتاح وما في أي شيء وقار آية الكرسي شرب الماء في المنام أحيانا يدل على زوال الهم لأن الله سبحانه وتعالى يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي أما التبول أحيانا يفسر كما قلنا قبل خليل أما يدل على ظهور بعض الذنوب أو يدل على زوال الهم والعلم عند الله نعم معنا مسج آخر نعم تقول صاحبة المسج أن لها صديقة دائما ترى في المنام أفاعي وحياة تعضها وتغرصها تجاه الرقبة أقول أن الحياة في المنام على حسب لونها يحكم بشرها فإن كان السوداء فهؤلاء شيء يطيد بلا شك جاءوا عن طريق السحر أو طريق العين وإن كانت بيضاء أو غير ذلك فهذا أولا في الغالب تفسر بالنساء الحاسدات أما كون دائما أن يقرصونها ويعضونها جهة الرقبة يدل هذه إصابات بالعين قد تكون المرأة هذه صاحبة الرؤية مميزة بجمالها فربما تعرضت لشيء من الأذى في هذا الباب أو أحيانا الرقبة تفسر بسند صاحب الرؤية من أقاربه كما بعض الناس عنده كلام يعني في كلام الشعبي أنه يقول برقبتي أو أحيانا كذا يتكلم بالرقبة أو سند في رقبة هذا كلام وإن كان عليه بعض المآخذ في باب العقيدة لكن نقول أن هذا مثل أحيانا عند بعض الناس فالرقبة أخذ بعض العلماء كابن قتيبة وغيرا على أنها الأقارب وأهل الإنسان فالحياة يعضون ويقرصون هذه الرقبة معناه تتكلمون على أقارب صاحبة الرؤية أو أصابوها بعين وحسد والعلم عند الله نعم هذه المطلقة رأت في المنام كان لابس ثوب أبيض وعليها ورد طيب أقول أن المطلقة إذا لبست الثوب تزوجت كما قال سبحانه وتعالى هنا لباس لكم وأنتم لباس لهم إذا عليها شيء من الورد يعني الثوب عليها شيء من الورد يدل على ذرية يدل على حياة سعيدة بإذن الله والعلم عند الله نعم هذه المرأة رأت في المنام كأنها ترضع زوجها من صدر واحد هذه الرؤية قد تدل على حملها بولد إذا كان المرضع هو زوجها وقد يدل أحيانا نزول الحليب من المرأة يدل أحيانا على مكر المرأة لأن بعض العلماء يقولون إما يدل على مكرها أو حملها نعم والعلم عند الله